اتحق خمسون شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة بفعاليات معسكر النخبة الذي تنظمه وزارة الشباب في قاعة مركز شابات عجلون ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2019 مدير شباب عجلون عامر مزاهري أوضح أن المعسكر يأتي كجزء من سلسلة معسكرات بدأت الوزارة بتنفيذها لتعزيز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار المعسكر الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يهدف إلى تنمية مواهب وإبداعات الشباب وتنمية روح القيادة والعمل بروح الفريق الواحد اليوم كنا تخيم بيت شباب عجلون طبعاً كثير حلوه وتعلمنا منه كثير أشياء وإحنا هلأ بنا نجرب القحز يعني التعليم ورح يعلمون الشجاعة دربنا على مراسم رفع العلام ونبسطنا كثير عملنا نشاطات عملنا عمل تطوعي أنا جيت لهذا المعسكر وشان أتعرف عبرنا تجداد ومعنما تجداد وأستفيد وأصير عندي ثقة بنفسي ورأي بهذا المعسكر لأنه كان كثير حلو اشتركوا في القناة